ونتنقل بقى لسنة 1934 السنة دي كانت حافلة بالأحداث في العدد الرابع من مجلة الأهلي واللي صدر في أول فبراير 1934 تم إلقاء الضوء على لعبة من الألعاب اللي تفوق فيها الأهلي على الصعادين المحلي والدولي فذكرت المجلة أن الاتحاد المصري للبلياردو اختار عضو الأهلي كامل الدرامالي عشان يمثل مصر في مباراة دولية بقتينا قدام فريق اليونان وعددت المجلة بطولات كامل الدرامالي الدولية فذكرت أنه فاز ببطولات سويسرة والنمسا والمجر ويشارك في بطولة العالم عام 1933 وفي مطلع إبريل عام 1934 كان منتخب مصر لكرة القدم اتآهل لنهائيات كاس العالم عام 1934 بعد الفوز ذهاب وإياب على منتخب فلسطين سبعة واحد بالقاهرة واربعة واحد في فلسطين أحرز مختار التيتش خمس أهداف في اللقاءين وأقام الأهلي حفله السنوي بدار الأوبرا الملكية الحفل اللي بينظمه سنويا في شهر إبريل ذكرى تأسيسه شمل الحفل أغاني لبعض المطربين وقامت جمعية أنصار التمثيل بتقديم رواية السكرتير الفني من تأليف بديع خيري ونجيب الرحاني وكان أبطال الرواية الفنانين محمد عبد القدوس وسليمان نجيب وطبعا كلنا عارفين أن المسرحية دي قدمها بعد كده سنة 1968 الفنان القدير فؤاد المهندس والفنانة شويكار وعبد المنع مدبولي وفي الحفل ده كتب الفنان القدير بديع خيري أحد رواد المسرح قصيدة زجالية تكريما للأهلي ولنجمه مختار التيتش وبديع خيري كان فنان شامل كشكول فكان زجال وكاتب مصرحي وممثل وملحن وكان بديع خيري ونجيب الرحاني أهم سنائي مصرحي في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين ومن أهم أعمالهم فيلم غزل بنات الزجل بقى اللي كتبوا بديع خيري وألقاه عضو الأهلي الفنان سلمان نجيب قال إيه؟ هي الرياضة قبل ما يتنشي كان في البلد دي اسمها يتذكر جاهد لوحد وزهزهد بعضشي ولا كانش حد في أمرها يفتكر أما النهاردة إن كان مجالها مشي ما يكونش غير الأهلي شيء يتشكر شاف ابن مصر بين الأمم مختشي خلاه نفض وخم الزمان العكر يا ما رفع أبطال ويا ما خدم لعيب نالوا الشهرة جنب الدول أحيا النشاط في حالة كانت عدم منها الرياضي احتار وعقل زهل والأهلي أول من سبتلك أدم بين النوادي في الجهاد والعمل ونسألوها كلمة فيها الحكم الفضل للمتقدمين الأول يا ما نفسه أن التتشي يوم عن قريب وهو راجع من الصفر من جلي شايل كس العالم وأول خطيب يستقبله بتحيته الفلالي محسبكم أنا سليمان نجيب واهتف وسقف وعمل أبو علي وحلي بققك بالملبس وجيب مزيكة وارقص كل ما تدق لي